اشتركوا في القناة الله يبارك فيك اللي موجود حاليا في المعرض بين قلعتين لماذا بين قلعتين وما هم هاتين القلعتين بسم الله الرحمن الرحيم وشي شكرك وشكرك ضيوف اللي سبقوني بعد يعطيهم العافية بين قلعتين يعني طبعا القلعة رمز للقوة وللمناعة وللهيبة فالقلعتين هي سلطنة عمان والبرتغال أيام ما كانت يعني أمبراطورية عابرة للمحيطات خلينا نتكلم عن الأحداث أو المعالم اللي حاولت أنك توثقها في هذا الكتاب ما هو الأساس أيضا اللي اتبعته في عملية تأريخك لعمان أو في البرتغال أنا أحب التصوير الوثائقي وأصور يعني فأصور مثل ما تقول حياة الناس بشكل عام اليومية يعني وكذلك أهم المعالم التاريخية وركزت يعني طبعا على التاريخ البحري خلينا نتكلم عن اختيار عمان بالتحديد عمان والبرتغال كمدينتين قصتهم والتقط فيهم صورك ووثقتهم من خلال كتابك الموجود اليوم في المعرض سلطنة عمان لها تاريخ كبير جدا جدا وكذلك البرتغال يعني قبل تقريبا 500 سنة بداية عصر الاستكشاف الجغرافي مفتح العالم على بعضها يعني صار التقاء الشرق بالقرب واكتشفوا طريق الهند البحري فصار التقاء من البرتغال إلى مسقط يعني وإلى عمان وإلى الهند يعني وصل فكان مثل ما تقول والالتقاء ما بين الحضارات وبداية اللي قاعد نشوفها حاليا الحين من عولمة بداية هذا التواصل في العالم واكتشاف الأمريكتين بالوقت واكتشاف البرازيل من قبل البحارة البرتغاليين يعني أسلوب غريب في عملية التأريخ وتدوين التأريخ الحديث يمكن واللحظات اليومية المعاصرة لماذا ذهبت إلى هذا الأسلوب أستاذ صالح اللي هو أنك تخلي الصورة ممكن تتحدث يعني اكتفيت في الصور تقريباً وبعض الإضاحات وبعض المقالات الرائعة اللي تكلم بالتفصيل يعني أنا يعني شفت أعمال يعني أحب أزور المكتبات العالمية في مختلف الأعام شفت لهم كتب كثيرة في هذا التوثيق البصري يعني فتأثرت بالمصورين مثلا أونري كارتي أو روني بوري يعني هذا المصورين الوثائقيين فشفت لهم أعمال بعض أمور شدتك بشكل كبير جداً في سلطنة عمان ما هي المعالم اللي شدتك؟ أول شيء طبعاً أثني على شعب العماني وعلى حكومة عمان وعلى جلالة سلطان قابوس يعني شعب مضياف الشيء اللي شدني عجبني فيهم يعني تمسكهم بالتراث يعني تشوف التراث العماني ما زال موجود كذلك في عندهم مثلاً ميناء مطرح أو سوق مطرح وميناء مقابل السوق مباشرة وعلى فكرة ترى هذه المنطقة لها علاقة كبيرة بالكويت فكانوا الكويتيين السابق يعني أيام الرحلات البحرية من يوصلون إلى مسقط فيبدون إرسال برقية اطبئنان يعني البحارة للكويت يعني كان فيه وقت البرقية ما زالت موجودة فهذا سوق مطرح تشوفه كأن ملتقى الشرق والقرب أسواق هذه الصور من سوق مطرح؟ لا 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 هذه من من سوق مطرح؟ هذه من منطقة نزوة آه فيعني والشيء الثاني العجبني منطقة نزوة منطقة جداً رائعة وهذا من برتغال هذه الصورة هذه في البرتغال هذا اللبس التراثي برتغالي في سوق نزوة وأيضاً في سوق مطرح هذي لأكثر مكان ينشدوك في عمان؟ نعم طبعاً قلعة نزوة اللي يمهى سوق قلعة منيعة جداً بنيت بعد ما انتصار العمانيين وتحرير بلدهم من البرتغاليين ولاحقوهم من الهند إلى أفريقيا يعني فبنوا هذه القلعة بعد هذا الانتصار يعني البرتغال ودنا البرتغال البرتغال طبعاً بلد بحري عريق جداً فأكيد عجبني المتحف البحري كذلك عندهم ثكنة أو قلعة اسمها ثكنة بلين منهنيت انطلقوا البحارة فالبحارة كانوا يروحون لما يرجعون قليل منهم اللي يرجع لأن الرحلات كانت جداً متعبة ويمكن استمرت سنوات يعني فكان حطين لهم مثل كنيسة يشكرون ربهم عند الوصول فكان الثكنة مع البحر هي مصب للمحيط الأطلسي يعني فمناظر جداً جميلة يعني يمكن استخلصت رحلتك بقولك أن البرتغال وعمان يتنافسون يعني في منافسة بين هذين البلدين مو بالقلع وفي أشياء أخرى فأنا نتكلم على الأشياء الأخرى بما أن أنت تحدثت عن الطلاع ولا ما هي الأشياء الأخرى اللي تعتبر منافسة بين هذين البلدين احنا نشوف المدرسة البحرية والعراقة في الملاحة البحرية إذا أحد بيدرس رح يتجه فوراً إلى عمان وإلى البرتغال عمان يعني تاريخ عريق جداً يعني ما قبل الميلاد كانت سفنهم معروفة يعني تروح توصل إلى أبعد الحدود وحتى يعني في العصور الوسطى معروفة السفن العمانية تصل إلى الصين ولها علاقات قوية في الشرق والهند أما البرتغال فكذلك يعني كان عندهم ملك مهتم بعلوم الملاحة فاستعان بالعرب والخرائط وجهاز الاسترلاب اللي مثل الجي بي اس عندنا بهذا الوقت ووصلوا إلى البرازيل ووصلوا إلى طريق الهند وقيروا ملامح العالم اللي احنا قاعد نشوف نتائجها حالياً قبلنا نروح إلى أفكارك في القادم خلينا نتكلم على بين قلعتين في معرض الكتاب أول إصدار لك أول كتاب لك شلون يشوف تفاعل الناس مع هذا النمط من الكتب بالتحديد والله نمط غير يعني مألوف حالياً بس مألوف جداً في المكتبات مختلف دول العالم وإن شاء الله يعني أنا متفائل يعني وكان موجود في معرض الشارقة الدولي للكتاب ويعني هذه البداية إن شاء الله ونشوف إن شاء الله يعني في المستقبل إن شاء الله بعد بين قلعتين ما هي الوجهة القادمة إن شاء الله هناك قلعتين سوف تقارن بينهم طبعاً أكيد يعني المنافسة هذه يعني كثيرة وفي مختلف المعارف والعلوم فإن شاء الله يعني نتوفق ونشوف لنا قلعتين وناسبتين ونسوي مقارنة وتوثيق بصري لهم فيناتهم فوتغرافي أكيد إن شاء الله طبعاً في ملخصة فكرة الأستاذ صالح أي شيء أقول غلط أستاذ صالح صحيح لي على طول إن شاء الله أنا راح أتحدث بحسب ما فهمت حول هذا الكتاب البرتغال وعمان دولتين بحريتين وهذا أصل المنافسة بينهم انتخب أستاذ صالح قلعتين قلعة في عمان وقلعة في البرتغال للأسباب اللي هو ذكرها وموضحة في الكتاب أيضاً بالتفصيل وذهب إلى سلطنة عمان وذهب إلى البرتغال وأخذ بعض الصور لمعيشة الناس وواقع الناس واستعرضها في الكتاب ودون بعض المعلومات الجميلة والمهمة والكتب من هذا القبيل جداً مهمة لأنها تعكس ما لدينا من حضارة يعني اليوم سال صالح صلط الضوء على عمان في مقابل البرتغال كي يعكس ما لدى الشعب العماني اللي هو في الأصل شعب خليجي وعربي لدى العالم وإن شاء الله يترجم أو أنت تشتغل عليه في لغات أخرى كي يتاح للآخرين الاطلاع على الإرث في سلطنة عمان العزيزة وإن شاء الله أيضاً نشوف توثيق عن الكويت أعتقد كامرتك فيها كثير من لقطات عن الكويت ولكن تحتاج لترتيب وليجم إن شاء الله وإن شاء الله نتوفق في هذه الأعمال إن شاء الله اللي أتمنى يعني يكون لها قبول مثل ما لها قبول عالمياً إن شاء الله ويتوقع هذا لأن الناس يحبون الصورة عن ألف كلمة مثل ما يقولون صحيح طبعاً كل الشكر لك أستاذ صالح تقي على وجودك وحضورك معنا وإن شاء الله موفق دائماً ونتمنى أيضاً كما ذكرنا قبل قليل إن نشوف أعمال أخرى وأكثر تجدداً وإشراقاً منك وأيضاً من ضيوفنا الكرام اللي كانوا معاننا اليوم نوجه الشكر للدكتور محمد حسين بزي من لبنان اللي كان حاضر معاننا الشاعر والذي في الجزء الأول وأيضاً الشكر للشاعر الكويتي محمد صرخو وأيضاً الشكر لضيفنا الكريم لأستاذ صالح تقي على حضوره ووجوده معاننا الشكر لكم أعزاء المشاهدين على متابعتنا في هذه الحلقة نراكم في حلقات أخرى إن شاء الله فمننا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر